السلام عليكم كانوا بعض التلاميين طلبوا مني ملخص حول الأشعة والإستحاب والمعالم اليوم نحاول نعمل خلاصة سريعة حول هذه العلاقة ما بين الأشعة والإستحاب والمعالم مع بعض نحن بالنسبة لكي قرأتوا قرأتوا الأشعة والإستحاب وحدهم عود المعالم وحدهم نحاول اليوم نعمل خلاصة بالربط ما بين هذه الكلمة الثلاث وهذا المفاهم الثلاث نحاولون نربطها مع بعض ونخرجوا معلومات عليهم وكيف يستخراج الحسابات والقراءة كل أشيء بديو على بركة الله بسم الله بالنسبة أولا بالنسبة كيكو عندنا كمثال شع ولا الإنسح كمثالك عندنا كو عندنا نقطة هنا A وكو عندنا نقطة هنا يسميها B بالنسبة عندي دروقها وهذا هذه النقطة هذا A إلى B هذا نسميه إنسحاب واسم عندها إنسحاب 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 هو تحويل نقاطي والتحويل النقاطي معنتها هو عبارة عن تحرك A تمشي إلى B معنت هنا A تتحرك من موقعها إلى الموقع B هذا التحرك نقدر نسميه الإنسحاب AB أو نسميه أشعاع AB ونبينه الإتجاه معنتها هذه هي البداية وهذه هي B هي النهاية وكين اختلاف كبير ما بين AB وشعاع AB من A إلى B بأ كنكتب هيدا كنكتب بأ هذا لا يساوي لا يساوي AB وإنما المعاكس تعم معنت هنا كنحطه AB زائد بأ هذا الحالي أعطينا AA هو شعاع المعدوم معنتها ما تحركناش مثلا كنفدو كمثال من من الجنة من تين مساء إلى الجزائر العاصمة مثلا إذن نعترض انه Form من الزائد من تين مساء到 الجزائر العاصمة وبالنسبة لبعون فالنسبة لاحظ معي هنا نذهب من تين مساء إلى الجزائر العاصم إلى تينمسا في الآخر نلقى ورحنا في تينمسا معنى تحركنا كأن تغير في الموقع ما كانت تغير في الموقع يعطينا شعع المعدوم في حين كانت تحرك من تينمسا إلى الجائزة العاصمة هنا كأن تغير في الموقع معنى من A إلى B معنى هذا شعع A B هو تغير في الموقع هذا شعع A B هو تغير في الموقع من A إلى B من الجهة الأخرى نمشو نروق هذه اسمها علاقة هذه علاقة شال هذه علاقة شال نهاية الشوع الأول هي البداية الشوع الثاني هذه الحرفين نحذفه يبقى أن البداية بداية الشوع الأول مع نهاية الشوع الثاني وجناه آآ كمثال كاعدونا مثال آخر يدعونا ب زائد ب هنا تعطينا الشوع هادي معادي تبقى أن ت lact simples يعطينا شوع آآ كمثال الهدوم من تلمسا إلى الوهران او من الوهران إلى الجزاء العاصر ولكنات هنا نتحرك من تلمسا إلى الجزاء العاصر الشرط أنه نهاية الشوع الأول نهاية التحرك الأول هي بداية التحرك الثاني و تعطينا آآ هذا فيما يقص شعاء والمفهوم تشعاء الشعاء قلنا بلي هو عبارة عن تحرك ولا هو عبارة تغير في الموقع تحويل نقاطي معنى نقطة تتحول من موقع معين إلى موقع آخر هذا هو الانسحاب ولا هذا هو الشعاء حيث يتحرك باتجاه ومسافه معنى هنا يتحرك باتجاه يهمنا الاتجاه ويهمنا المسافة تحرك شحال تحركت مش معنى نتحرك بأي شاء نتحرك بمسافة معين مشون روق نواصلو هاولا أعطونا هاتجوعة يسميه هنا AB وبعد الحين يسميه هنا إما V إما E V هي فيكتور و E بعد الحين يسميه E لا يهمنا مهم هو في الحقيقة يسميه V نسبة لكلمة الفرنسية التحركات ترجمة حالة هي فيكتور نحن يسميه هنا بعض الحين ما يهمنا ما يهمنا نحن مهم هذا يقدروا يسميه هنا نحن يمشوا يعينونا نظر وعدي حالتين يقدروا يعينونا نقطة هنا يسميه هنا كمثال S نتبعوا معي هنا يقولون عين صورة S بالإنسحاب الذي يحول A إلى B ولا يقولون عين صورة النقطة S بالإنسحاب الذي شعاءه AB ولا V هذا شعاء AB نقدر نسميه AB ولا يسميه هنا وما في يدرك في هذه الحالة يكون عندنا نقطة S هذه النقطة التي لا يعين الصورة تكون خارج حامل معنا هذا كان نبدو هنا نبدد هنا ونبدد هنا اختلاح تبدأ النقطة هذه S لا يرغب أن تنتمي إليها كما يرغب أن تنتمي إليها نرسمه متوازي أطلح معنا هنا ترفض المدوعة تربط الأولة هذه مع النقطة تلك S وتمشي ترسم متوازي الأطلح وهذا مشي نحاول نرسمه بتقريب يخش لي كم واحد وهذا يخش لي هنا النقطة S فتح لاعفوا بالنسبة للرسم بالنسبة ل كان يعطينا دروق النقطة الثانية اللي هي كمثال M هذه النقطة M موجودة داخل داخل شوعة معناتها في قلب الشوعة في هذه الحالة يطلح ولا في الإمتداد في الشوعة في هذه الحالة واش نعمل نمدد بسح طريقة التمديد لا نرسم ما نرسمه ندرمك متوازي أطلح نروق نمدد بسح نمدد 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 نحاول اتجاه تلك السهم معناتها السهم ما عندي في هذه الجهة معناتها نمدد هذه هذه أي أدروق نمشي نرفض الطول تاب بالمدد هذه ونمشي نوضع الشوكة في M ونرفض المسافة نفس المسافة تاب نحطها الام فتح هذه نقطة هنا هذه يسميها M فتح معناتها M فتح هي صورة M بالإنسحاب الذي يشوعه A B ولا بالإنسحاب الذي يحول A إلى B هذه ما الحالة عندنا الحالة تعيين تعيين صورة نقطة عندها إما هذه النقطة تنتمي للشوع إما تكون لا تنتمي إذا كانت لا تنتمي ترسم لمتوازل أضلع كانت تنتمي لمدد ونعود تكون في استيقام هذه شيء لعدنا نمشي إلى شيء الثاني اللي هو هذا قراءة مركبات شوع نبقى هنا نمشي إلى المعالم باش نفهمها مع بعض نحاول ونفهم تبعون عدنا بالنسبة للشوع أف شوع أف وسنخرج له إحداثيات إحداثيات ولا مركبات بعد نحاول في الكتاب ونحطينا الإحداثيات بعد نحاول يكتبون مركبات نحنا ما يهم منه مهم يقول إحداثيات شوع ولا مركبات شوع نحنا في كل الحالتين نخدمه يلاحظ معي أولا وسنضروق نرى هذا أف هذا شوع أف راح عنده تحركين تحرك على محور الفawhasil وراح تحرك على محور الفawhasil بالنسبة نر Mouse من أ إلى أف من أ إلى أف نحروق بالتوازي مع محور الفawhasil عود نهود إلى أف وصل ل Li من أ إلى أف تطلح أف لャ تمشى لأن نصل لأ أف تحرق أف أف ق Schon بالنسبة محو الف també عود موازن محو عود موازن محو ته prova اللحظ معي هناش حالت تحركت bloom التدريجة نحو اليمين تحركت بتدريجتين نحو اليمين في الف WASN معلت هنه عندي نحو اليمين موجب هنه يمين موجب هicios هاكو هاكو يامين موجب ياسار سالب في الاعلى موجب في الاسفل سالب اي دennen ونختبهما 생각이 ونشوفه نحسبه عدد التدريجة سيلاحظ معي مركبة شعع عندي نروك هنا زائد اثناني هنا خطر نحو اليمين معنط هنا زائد اثناني وعوده هودنا الى اف معنطها ناقص مش حال هودنا هودنا بوحده بتدريجة واحدة معنطها ناقص واحد معنطها مركبة شعع اف معنطها اف كان جي نكتب المركبة شعع تعه اف كان يكتبهم كان لبعض اللي يكتبهم هيدا كان يكتبهم هيدا يكتب هيدا زائد اثنان ناقص واحد وكان يكتبهم بهذه الشكلة ما اختلفناش قطع كل في الكتاب المدرسي يكتبينها بطريقة وفي الحقيقة نكتبها بطريقة معنطحنا نعملكم الحالتين وانتم ما شوفوا اسمها موالفين هنا نكتبو زائد اثنان ناقص واحد هايدا يا اما نكتبها بهذه الطريقة يا اما نكتبها بهذه الطريقة هدفي ما يقص اللي نمشي وعاود المثال الثاني المثال الثاني اللي هو هذا هي لاحظ معي من A الى B هنا نرسم كله مثلت قائم شون كتميزون كله نرسم مثلت قائم شون دا كلمه مثلت قائم ما شوفوا معين يدرق نمشي وعاود هذه حالة ثانية وهذا المشي المشي منها كنوصل لهنا عاود خصني نطلح هايدا عاود خصني هذا كنطلح نطلعه هنا هايدا اي لاحظ مع اي درق اي درق هنا شحل تحرك من الوحدة نحو اليامين وحده اتنين ثلاثة اربعة معنتها زائد اربعة عاود سعت بكم واحدة اتنين ثلاثة اربعة خمسة معنتها هنا سعت واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة معنتها نجينا زائد خمسة معنتها مركبة تشوعة ابي اللي هي زائد اربعة زائد خمسة يتلاحظوا بعايا هنا هايدا هنا تحركوا واحدة اتنين ثلاثة اربعة هنا تحركنا واحد اتنين وهنا عاودنا واحدة هايدا شوفوا بعايا أنا مشيو عاود هذا هنا في هذه الحالة ميزوا بعايا درق في هذه الحالة هنا ماش كين تحرك على بالنسبة للترتيبة ما تبدلتش ترتيبة بقاتهية هي دائما ناك الثلاثة شكوين وما اللي تبدله غين فاواصل فاصلة كانت ربعة بالاسقاط والتي هنا واحد كانت تغير في الواب فاواصل من ناحية الترتيب ما تغيرتش ترتيبة الترتيبة في شي كانت ناك الثلاثة وفااش تهي ناك الثلاثة معنى في هذه الحالة ما كانت تحرك على الفاواصل معتهم وكيف تدرك جي اش جي اش هاي دين حطهم اي درك تحرك على الفاواصل كعندي واحد اين ثلاثة نختر بالتوازع مع محور فاط مصح نحو اليسار معنى تهي ناك الثلاثة ولو أنه وكيف تظهر بالليراني في الجهة الموجب أش يعني هنا في الجهة تعلق الموجب مصح هنا تحرك غير الغير الفاواصل لا ما تبقى تبع في الفاواصل تبع التحرك معنى تهينا ان يتحرك من جا الى اش نحو اليسار معنى سليب ناكس ثلاثة بالنسبة لمحور التراتي بقلنا بالله ما كانت تحركت المحور التراتي معنى هنا نضع صفر نمشوا معهد المثال هذا هنا أدروا بالمقلب والعكس هنا كنت تلاحظوا بالله الفاصل ناكس ثمانية ما زلت تبقى دائما ناكس ثمانية أحب في S هي ناكس ثمانية وفي T ناكس ثمانية معنى التحرك على الفاصل غير موجود S تحرك على الفاصل غير موجود التحرك على الفاصل غير موجود معنى كانت هنا في ناكس اثنان وفي T ناكس خمسة نحسب حال كائن من تدريجة واحد اثنين ثلاثة بس نحو الأسفل هنا نحو الأسفل معنى تجينا ناكس ثلاثة معنى تجينا صفر ناكس ثلاثة هذا فيما يقص القراءة المركبات الأشعة لنحاول نخرجها حسابيا لاحظوا معي نخرجها حسابيا نخرجها مثال واحد منهم نفضل مثال هذا نخرجه هذا المثال نخرجه ونشوفه إلا تخرج هي هي أو إلا تخرج شيء آخر نوري لكم طريقة وتخرجها بالحساب ولا بالقراءة تخرج نفسها نرى بالنسبة الآن نرى الإحداثية التحرك هي الإحداثية التحرك يتميزه هنا ناكس ثلاثة فاصل والترطيبة هي ترطيبة هي ناكس واحد ناكس ثلاثة ناكس واحد وبالنسبة لب وبالنسبة لب إحداثية التحرك اختر نفس الطريقة تتخدمها هذه تتخدمها كامل تتخدمها إحداثية التحرك اللي هي ناكس إثناني ناكس إثناني زائد أربع زائد دوق هادولي هموني نمشي نخدمهم دوق نفهم نفهم عندي بالنسبة الآن اللي هي وبي نحاول دوق نرجع لهم عندي بالنسبة لأ ناكس ثلاثة ناكس واحد ناكس ستة ناكس واحد وب ناكس إثنان زائد أربع ناكس إثنان زائد أربع هي عندي دوق شوع شوع آدي شوع آ من آ إلى ب شوع آ ب دوق هادك شنحسبه هنا واسم نعمل هاو دا المركبات نعملهم بهذه الطريقة هي عندي دوق إكس ب ناكس إكس آ إجراج ب ناكس إجراج آ بحيث المسافة تحرك تحرك البيضاء هنا ترتيبة النهاية ناكس ترتيبة البيضاء هي دوق كيف نحسبها لاحظوا معي نوريكم على الطريقة سهلة شوف معي عندي ب ناكس آ هذه ناكس هذه عود هذه ناكس هذه هي لاحظوا معي شوف نحبه نخدمه بهذه الطريقة ناكس شوف نكتبها بالتفسير نكتب زائد أربعة ناكس ناكس واحد بحيث هذه هي إكس آ هذه هي إكس ب وهذه هي إجراج ب ناكس إتناني زائد زائد ستا زائد ستا وهنا تجينا زائد أربعة زائد زائد واحد هي ترتيبها تركي تكون مسبقة بإشارة سريبة نعكسه نرجحها الجمع ونعكس الليين بعد هي لاحظوا معي هنا نزيد ونواصله وتجينا هنا ناكس إتناني زائد ستا تعطينا زائد أربعة وبالنسبة زائدك أربعة زائد واحد تعطينا زائد خمسة ما عندها مركبة تشوع أبي هي زائد أربعة زائد خمسة وهذا الشي اللي لقيناه بالقراءة سحنا نوريكم بحطة طريقة ننوقع تخدموها مباشرة نلاحظ معي نرفض نرفض الفاصلة تعبين مع المعاكس سأل هي شوز زائد ستا وفي الأخرى نكتب زائد أربعة زائد واحد دائما هذا الزاوج نكتبه بالمعاكس إذا كان موجب نكتبه سالب كان سالب نكتبه موجب وهذا إذا كان سالب نكتبه موجب كان موجب نكتبه سالب ننوقع مباشرة لهو نقص اثنان زائد ستا تعطينا زائد أربعة وبالنسبة زائد واحد زائد أربعة تعطينا زائد خمسة هذا نخدموها بالخف بلا من تعبو بلا وعن سألت معي الفكرة التحية سهلا مشي حاجة صعبة برك قصها شوية تركيز برك نمشي ننوقع المثال آخر ننوقع لاحظوا معي كان يقول هنا أحسب طول طول قطعة حساب طول قطعة حساب طول قطعة حساب طول قطعة هذه زائد أربعة زائد خمسة القناعة بالقراءة والقناعة بالحساب كان يقول هنا أحسب طول قطعة وسمكم تميزوا بالنسبة هذا طول قطعة وبالنسبة هذا ليس مثالة قائم هذا مثالة قائم اللي حسبناه YB نقص YA ونحط له أسئة اثنان بعد ذلك يجينا القانون نخرجه بوحدنا هذا نرى معايا نحط A B هنا يجاهد طول القطعة A B طول قطعة A B أسئة اثنان يساوي A B أسئة اثنان يساوي X B ناكس X A أسئة اثنان هذه كلها زائد ندلع الزوج عاود عندي YB ناكس YA أسئة اثنان تشوفوا القانون منيخرجناه ماشي حفيدا هذا ماشي حفيد يقولون A B يساوي جيدر ومده نخدمه ماشي حفيدا دي نفهمها فيتاغورس ونخرج له المعلومات أي عندي A B ماذا يساوي توقع هذه عندي أسئة اثنان باش نخرج غي A B مع توقص نعملها الجيدر وكي نعمل جيدر نعمل الجيدر الهادي ونعمل الجيدر الهادي نعملهم بالزوج بهم نعملهم الجيدر أي هادي يطير الهادي جيدر يولي النقاب وبالنسبة الأخرى يعطينا القانون اللي لنحفظه فيه هذا وجينا XB ناكس XA وسئة اثنان زائد YB ناكس YA وسئة اثنان أي هنا توساوي أنا خدمناها من قبل XB ناكس XA صبناها صبناها زائد أربعة يعطيناها زائد أربعة وسئة زائد بالأخرى صبناها زائد خمسة وسئة وتعطينا تساوي جيدر ربعة وسئتنا تعطينا 16 زائد خمسة وعشرين معندها AB يساوي جيدر 16 والخمسة وعشرين شعال تعطينا تعطينا 1 واربعون هادي صبناها طولة القطعة AB هنا تعملها بالآلة حاسبة وتخرج حال طولة القطعة بالتقريبة يقول لك المدور ولا يقول لك اللي يحب بالرأس وهي متخرج عن اختح ذوق مكاحة حاجة ما احتهد القانون طولة القطعة ونخرج نحن وكان يقول لي دروك كمثال شيء آخر يقول لي استخراج منتصف إحداثيات كان يقول لنا دروك إحداثيات منتصف القطعة آب ونخرج منتصف القطعة آب ونمشي والآب نحوص عليها هاين آب نحوص على إحداثيات المنتصف التح تكون هالجيهة ونخرج الإحداثيات التح بالحسب تخرج ماشي نرصب بالرسم نتأكد بالصح من بعد حتاك نخرج الإحداثيات ونتأكد من الخدمة نصح وعندي ناقص 2 زائد 4 أي لاحظ معي هنا كيف تخرج تبعو هنا في هذه الحالة نخدم نصف الخدمة بصح هنا لا نعم ناقص نعمل زائد هنا M كما نتأكد نرفض M إحداثيات M منتصف القطعة AB إحداثيات M وسهي هنا نجمع الفاصلتين ونقسم على 2 ونجمع الترتيبتين ونقسم على 2 لعنة هنا نعمل XA زائد XB على 2 YA زائد YB على 2 وتعطينا هنا في الأخير بهذه الطريقة ماشي نحسبها تعتنا ناقص 6 ناقص 2 على 2 ونقص 1 زائد 4 على 2 في الأخير تعتنا M أي ناقص 6 ناقص 2 تعتنا ناقص 8 على 2 تعتنا ناقص 4 وبالنسبة ناقص 1 زائد 4 تعتنا 3 تعتنا زائد 3 على 2 وهي زائد 1 ونص تعتنا 1 ونص مجهبة ولكن تعتنا 3 على 2 ما يمشي يدرمك هنا عندي ناقص 4 زائد 1 ونص هذه ناقص معايا ناقص 4 هذه ناقص 4 وزائد 1 ونص هذه من هالجير هذه هالجير هذه ننشي وله هنا هذه هالجير هذه المنتصف تخرج ل هذه نخدمها خرجها هذه هذه هي المنتصف هذه ناقص احنا حسابيا ولقنا هذه ناقص 4 وزائد 1 ونص هذه زائد واحد ونصف وهذه ناكس اربعة هي اللي لقيناها ناكس اربعة زائد واحد ونصف اللي كانت عندنا مطلوبة لقيناها حسابي رح تبعي الفكرة ما شي شي صعب ما شي سهل وصبرك تركزوها دمك بالحسابة هذه ناكس كان تلميلي اقترح سؤال يقول لك صحة على اشرا نعملو فهاديك كان نعملو زائد على اشرا نعملو زائد ما عملناش ناكس كما اخر على الشي كان نحسبو المساف ونقسمو على اثنين عشان نعملو زائد بين الفاصلتين وانش نعملو ناكس لاMi شوفها نعملو لكم faintضى احد الميثال سهل باش تباهمو هذا انا مننعملو مستقيم ودرجة انا مننعملو بواده نعملو هنا هااا شوف 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 لاحظ بعين وكذلك نرفض المنتصف من الرابعة التي تعلقها هذه من الرابعة الثمانية المنتصف تحفيني يأتي في 6 صح أو لا؟ هذا هو المنتصف المنتصف من الرابعة الثمانية يأتي في 6 إذا كنت نحسب هذه الستة كنت نحصلها وكذلك نحصل وكذلك نفعل كما تقوم بكباب الناقص تعلق 8 ناقص 4 كسمة 2 8 ناقص 4 تعطينا هذه كان نفعل 8 ناقص 4 على 2 8 ناقص 4 تعطينا 4 4 كسمة 2 تعطينا 2 وكذلك نقص 4 وكذلك نقص 4 8 زائد 4 كسمة 2 8 زائد 4 تعطينا 12 كسمة 2 تعطينا 6 هذه الفكرة وكذلك نقص 4 وكذلك نقص 4 وكذلك بالنسبة للتراطيب وفي المنتصف نقص الجمع ما بيننا نقص الجمع ما نقص الطرح ليس كما ينخرجوا مركبات في المنتصف نقص الجمع طالفاصلاتين والجمع التراطيباتين ما نقص الفرق الطرح لاحظة معي الفكرة فكرة سهلة ليس شيء صعيب غيب قليل قليل وتنلقوها نمشى للحالة أخر لاحظ معي وكان دروق يعطونا يعطونا شعاء الأول مثلا هذا لاحظ معي كان يعطونا شعاء مثال يعطونا نفس شعاء هذا ك AB قعدنا نقص 6 نقص 1 نقص 1 لا نقص عفوان نقص 6 نقص 1 النقص 1 نقص 3 رقص 5 لدي هنا A لدي هنا B لدي شوعة هذه لو كان يعطونا نقطة أخرى هنا نقطة أخرى هنا كمثال يقولون أن هذه نقطة C يقولون أنها أحسب نلاحظ معي يقولون أن أحسب إحداثيات صورة النقطة C بالإنسحة بالإنسحة التي يحول A إلى B والتي نسميها نسميها D نحن نعرف أن النقطة D تكون من هذا الجهة تكون في هذا الاتجاه تكون عندنا من هذا الجهة تكون عند D هذه النقطة لكن لا نعرف أين الموقع أين يكون بالضبط أين هو بالضبط لا نعرف أين هذه النقطة نلاحظ معي هنا يكون عندنا عندنا D هي صورة C بالإنسحة الذي يحول A إلى B هنا نفهم نفهم بالإنسحة نفهم بالإنسحة الشعاع A B يساوي الشعاع C لاحظوا بعيد هنا نعرف نعرف بالإنسحة يكون عند شعاع متساويان مع أن تكون عندهم نفس المركبات نفس المركبات بالنسبة ل A B أبين لقنا المركبات تحال هي زائد أربعة زائد خمسة يعني لقنا هاي وبالنسبة ل C D C D لا لدي الإحداثية لتعلى D يعني هنا نعمل X D و X C Y D و Y C هيا لاحظوا معي هنا أنا أكتب هنا لكي لا تتلفوش هنا جينا زائد أربعة زائد خمسة تساوي مركبات الأخرين X D ما نعرفهاش تخليها X D مساء X C نعرفه X C هاي D X C اللي هي ناقص إثنان من جينا ناقص ناقص كنا بلنا نعمل المعاكس جينا زائد إثنان اختر جينا ناقص ناقص إثنان من جينا زائد إثنان عاود Y D اللي هي عاود نفس الشيء ناقص ناقص ثلاثة ونحن زائد ثلاثة نحلوك معادلتين لاحظ معي ونخرجه نرى معي هنا العفو على تنظيم الكتابة وتماقص كنا نتبعوا معي بركادة ما كان ما نحن نهم من الكتابة يهم من أن تفهموا عدنا الأحداثية يجينا بركادة ثلاثة أولا إحداثيات النقطة النقطة التي حتى يكون A, B, C, D متوازد لها وما أنت A, B, C, D متوازد لها معنى هذه متقابلات يكون متساوية وكي يكون نشوعها المتساوية ما أنت عندهم نفس المركبات يو تخدمون نفس الخدمة وتخرجوها لاحظوا معي الفكرة إن شاء الله تكون عملوا حاولوا نحلوا مسألة فيها هادل الأشياء ونحاول نخدمها معا بعض تفهموا بها كل شي معنى كلك خلاصة إن شاء الله تكون عملها لكم وإن شاء الله ربي يعاون وإن شحكم من قلبكم وإن شاء الله ربي يعاونكم وإن نجاحكم شكرا